عندنا يوماتير برميار ديسبونيبل ما تكونش سبيكولانت يعني لو مرشي التحامي يكون سبيكولان كون مرشي سطابل ديسبونيبل يعني كاينة متوفرة لجميع الزاكتور تاع القطاع وتكون ثاني افكين بون كاليتي الانتاج راح نتحكمو فيه وراح كما قلت ستقدير كيكون كاين عالف دو بون كاليتي ديسبونيبل يعني يكون سطابل ويقدر اي واحد يستفاد منو الانتاج نقدروا نتحكمو فيه ونقدروا ما منتحكمو في الكود وبروديكشون تاعه كيما اذكرت قلت العالف هي مثل ديسبة كبيرة من تكلفات الانتاج كين تحكمو في الاعلى والانتاج تاع الاعلى في الجزائر وتكون كاينة دراسة اوبجكتيف يعني دراسة موضوعية تاع الانتاج بارابورة وبزوان وتكون ثاني استراتيجي لانتارم يعني شغل اللي يكون كاينة بين الانتاج الاعلى وانتاج اللحم للألبان هنا انقدروا نتحكمو في الإنتاج ويكون كما اذكرت نتحكمو في الانتاج و open power وتتحكمو في الاعلى كين تحكمو في الاعلى الفلاح ي القرحه ينتج مع واندر ويع ويبيع للكونسوماتور ومم الكونسوماتور يستفاد ويشري معذ ان كو يستهلك اللحم ولا يستهلك الناس نعم أنت